كما تخبرنا الجزء الخلاية ضم الحمرة , ضم البيضاء , ضم الهيثروسيات خلايت ضم البيضاء الليكوسيات خلاية ضم البيضاء تنقسم لجرانيولوسيات وانجرانيولوسيات المحببة والغير المحببة جرانيولوسيات توجد نوتروفيل.. الزينوفيل .. بيزوفيل والعنجرانيونوسايت دول عبارة عن الليمفوسايت والمونوسايت طيب الصفاعة الدموية او الكلاتلتس او سرومفوسايت هل لقاها PLT او كلاتلتس في الريبورت لو بصينا على الفيلم اللي قدامنا هللاقي ان احنا عندنا شايفين الاجسام الصغيرة دي اهي عمل عليها ساعة معي تمام هيا دي الصغيرة الاجسام دي خلاص هي دي الصفاعة الدموية اللي موجودة جن خلايا الدم الحامرة شايفين الفيلم تمنية خلايا الدم الحامرة هي السائدة هي اللي عددها كبير لان هي بالملايين قلنا من كم من اربعة ايه خمسة ونص او من ثلاثة وتمانية لخمسة ونص نيجي بقى للصفاعة الدموية قلنا الصفاعة الدموية دي ما تعتبرش خلية اللي هي عبارة عن اجزاء مفلطحة من السايتوبلازم عشان كده لما ما يجي عرفها بقول ان هي عبارة عن اجسام بقولش عليها خلية خلية بتطلق على خلايا الدم الحامرة خلايا الدم البيضة لكن الصفاعة الدموية ماقولش عليها خلية لكن هي جسم الصفاعة الدموية بتكون الصفاعة الغير ناشطة محببة الوجهين على شكل العدسة وهي لها اشكال مختلفة وما فيهاش نواة بيتراوح امرها من سبعة الى عشر ايام نعيد تاني اعمار الاربيسيز قلنا مكام مية وعشين يوم برافو عليك طيب والويت بلوت سيل ساعات هنا صفاعة دموية من سبعة الى عشر ايام لها دور مهم جدا في عملية تجلط الدم وقف النزيف ليه؟ عندها قدرة على الالتصاق والترابط تروح لازع البعض كده والنتيجة دي تروح عاملة زي تخسر او تجلط فتقفل الجرح من اكتر الخلايا تواجد في الدم بعد خلايا الدم الحمرة عددها ما بين مية وخمسين الف لربعمية وخمسين الف نرجع تاني خلايا الدم البيضة كانت كم قلنا البلغين من اربعة لحداشر الف وبعدين الحوامل تزيد شوية يبقى من اربعة الكام لخمستاشر الف لكن هنا الصفاحة الدموية من مية وخمسين الف لربعمية وخمسين الف يبقى تاني اكتر عدد في الجزء الخلوي احنا قلنا الدم بيكون من جزء بلازمة اللي هو السائل والجزء الخلوي ما ننساش الكلام البلازمة هي فيها البروتين فيها مون فيها السكر لكن الصفاحة الجزء الخلوي قلنا اربسيز ويهد بلاتسل ويهد بلاتسل طب عملية تجلط الدم عملية معقدة جدا ويقوم بيها الجسم كردد فعل طبيعية لوقف النزيف يعني ايه نيجي مثلا جلد اتقطع او حصل جرح كردد فعل طبيعي من الجسم عشان يوقف النزيف ده عشان يحافظ على حياته دي برامج ربنا سبحانه وتعالى حطها جوه جسمنا عشان نحافظ على حياتنا وبعدين اي وعاء دموي حصل له جرح او اتضرر فتروح ايه الصفاحة دي تبدأ تتكون عشان تقفله عشان تسد المنطقة للضررة دي وتمنع خروج الدم عشان الدم ما يبدأش ينزل كده ايه ويفضل يتسرب ونفقده يبقى هي بتعمل جلطة عشان تمنع خروج الدم من الاوعية الدموية اللي حصل فيها جرح او ضرر تردد فعل طبيعية للجسم عشان يوقف النزيف طبعا بتحتاج عملية التخاصر دي لعنصرين مهمين جدا ما ننسهمش الصفاحة الدموية وبروتينات خاصة بنسميها عوامل التجلط بنسمي البروتينات الخاصة دي بعوامل التجلط وطبعا بنكشف عليها كلها الجسم بيقوم بحل الجلطة دي بشكل طبيعي بعد ما يحصل الشفاء وأحيانا قد لا يتم حل هذه الخسرة وبعدين ممكن يتكون جلطة خسرة يعني جلطة دموية داخل الوعاء نفسه حتى من غير جرح او ضرر وده طبعا مشكلة وممكن تشكل خطر على حياة الشخص نفسه خصوصا لو الجلطة دي فيه شريان مهم من الشرايين اللي بتغزي القلب وممكن تحتاج إلى تدخل آلي طبعا آلية حدوث الجلطة بداية الصفايحة الدموية تبدأ تتحرك وتروح لمنطقة الضرر لو قلنا اني ده الجرح هنلاقي الصفايحة الدموية هتبدأ تيجي ايه تترص هنا في جدار الوعاء الدمو تتجمع مع بعضها وتشكل زي سد كده بيمنع خروج الدم في أثناء المرحلة دي بتحصل مجموعة بقى الخلفية من التفاعلات الكيميائية المعقدة من خلال البروتينات المعروفة بعوامل التجلط واللي بتتم انتاج معظمها في الكبد يبقى معظم البروتينات اللي بتساعد في عملية التجلط بيتم انتاجها في الكبد عشان كده لما يبقى الكبد في مشكلة بيبقى عندنا التهاب كبدي بيبقى عندنا ممكن يبقى في مشكلة في عوامل التجلط دي لو التحليل تبقى مطلوبة ليه سيولة ليه عشان اقيس معدل البروتينات دي لان هي لو معدلها قليل والكبد ما بيفرشي كميات كافية ده معناه ان انا هيبقى عندي نقص في البروتينات اللي مسؤولة عن التجلط واللطوة بالتالي الشخص ده هيقعد ينزل اخر مرحلة من التفاعلات دي بيتحول بروتين الفبرينوجين الغير ناشط احنا قلنا الفبرينوجين الغير ناشط ده ايه ده سائل يتحول للناشط يبقى حاجة صلبة تمام تبدأ ايه تقفل عشان يعمل شبكة فوق الصفايح الدموية دي سيبدأ يقفل الجرح نهائي عشان يعمل طبقة صلبة اللي احنا بنسميها الجلطة الدموية وهي دي اللي بتمنع النزيف لغاية ما يتم الشفاء تاني قلية حدوث الجلطة ان انا عندي الصفايح الدموية هتيجي تترص هنا حوالين الوعاء او داخل الوعاء بعد كده في عندي مجموعة من العمليات الكيميائية بالتم خلاصتها انه اوصل في الاخر خالص تأثر على البروتين اللي هو الفبرينوجين الغير ناشط السائل تحوله لي الى ايه الى مادة او الى شبكة صلبة تقفل اي مسام موجودة وبالتالي يتقفل الجرح طيب عملية تخسر الدم دي عملية طبعية اه هي عملية طبعية مهمة جدا عشان تحافظ على حياتنا كل جرح يتقفل عشان لو الجرح ده فضل مفتوح حيفضل ينزف لغاية ما الواحد يموت فعملية مهمة جدا ايه فايدتها منع حدوث النزيف تمام لكن بعض الحالات المرضية بقى يحصل الجلطة دي بس داخل الوعاء الدموي اللي هو مفروض مفروض مشكلة تيجي هنا تتكون عندنا جلطة تروح قفلاه يبقى عملت ايه منعت ان مصار الدم منعت ان الدم يمشي بشكل طبيعي كمان ممكن تتنقل تفضل تتحرك تتحرك الجلطة دي وبعدين لغاية ما توصل توصل فين توصل مثلا مجرى الدم اللي حيروح لفيتل أورجن زي مثلا عضوة يعني من الاعضاء المهمين جدا زي القلب والرئتين او الدماغ يعني الجلطة دي ممكن تفضل تتحرك لغاية ما تروح توصل مجرى الدم اللي موصل للقلب للرئتين الدماغ ده حيحصل مضاعفات صحية خطيرة جدا زي مثلا السكتة الدماغية او نوبة قلبية بنعرف الكلام ده طبعا بنجري بعض الاختبارات الخاصة بتجلط الدم ونعرف اذا كان الشخص ده اتعرض لمشكلة ضلطة ولا لا يبقى تاني الجلطة لو حصلت في جرح مفيش مشكلة عندنا ده اللي احنا عايزينه عشان نمنع حدوث نزيف لكن المشكلة ان الجلطة دي تروح تقفل لي مجرى الدم اللي موصل لعضو مهم زي القلب زي الرئتين زي الدماغ وبعدين تتسبب في سكتة دماغية او نوبة قلبية بنعرف نشخص الكلام ده نعمل بعض الاختبارات ونشخص المشكلة دي اختبارات تخسر الدم طبعا بقدر ان انا اعمل الاختبارات ونشوف ايه هو الوقت اللي لازم نتخسر الدم عشان اقيم خطر تكوين جلطة دموية او الاصابة بنزيف دموي في عندنا صورة دم كاملة عشان اشوف ايه اللي هشوفوا ليه علاقة بالجلطات او بالنزيف من صورة الدم صورة الدم الكاملة فكركم بيها لما كنا بنعمل صورة الدم الكاملة كان بيبقى عندي الاربسيز والبرامترز اللي هي مرتبطة بيها والخلايا الدم البيضة والصفايا يبقى اللي يهمني هنا مين الصفايا لو انا عندي عدد قليل يبقى ممكن يحصل نزيف لو انا عندي عدد كدير جدا ففي احتمالية انهم يرتبطوا ببعض ويعملوا لي جلط يبقى اللي يهمني في صورة الدم الكاملة ان انا اشوف الصفايا الدموية اللي موجودة اقيس العامل الخامس اللي هو فكتور في غير العامل الخامس ليه دور مهم جدا في تنشيط بروتين الفيبرينوجين وتحويله الى الفيبرين الناشط قلنا الفيبرينوجين ده سائل انا بحتاج اتحوله الى خيوط عاجة صلبة وبعدين النسبة المنخفضة للعامل الخامس ده بتدل على ايه على انحلال الفيبرين الاولي والعملية دي اللي بيتم فيها انحلال الغلطة الدموية او الاصابة باحد امراض الكبد او الاصابة بما يعرف بالتخصر المنتشر داخل الاوعية الدموية هلاقي عندي اوعية دموية اوعية الدموية دي اكتر من وعاء دموي هلاقي فيه ايه تخصر تخصر يعني جلطات صغيرة كده تمام يبقى الفكتور فيف ليه دور مهم جدا ايه شغلته بينشط الفيبرينوجين فيبرينوجين ويحولوا ايه الى فيبرين الفيبرينوجين ده فيبرين الفيبرينوجين ده قلنا ايه سائل يحولوا الى صل عشان يتم الخسرة او الجلطة لو العامل الخامس قليل لما جينا نقيسوا لقنا قليل ده معناه ان انا عندي انحلال الفيبرين الاولي والعملية دي بيتم فيها انحلال الخسرة الدموية او الجلطة دي وده في حالات الاصابة باحد امراض الكبد او بنسميه التخسر او الاصابة بما يعرف التخسر المنتشر داخل الاوعية الدموية تحليل اللي احنا هنشتغلها في المعمل تحليل اللي هنشتغلها في المعمل عشان اشوف الكلام ده او اشخاصه سرعة النزف سرعة التقلط نزف اللي هو كنا بنسميه ايه؟ بليدينج طايم بليدينج طايم تمام؟ او البي تي سرعة التقلط الكواجيوليشن كواجيوليشن طايم السيولة بعدين عندي الاسر اللي هو الاريسلسيتيك سيدي منتشر ريت السيولة باشوف الـ INR اللي هو Pt Concentration و INR INR باهم الـ PTT تمام؟ واضح رئيس الفيبرينجين كمان يبقى تحليل السيولة اقدر اشوف الفيبرينجين اقدر اشوف الـ Pt بروسوم بين طايم والـ INR واشوف الـ PTT يبقى سرعة النزف اللي هو Bleeding Time واغوليشن Time بعدين الـ Pt و الـ INR PTT و السيدي منتشر ريت او السيولاتيك سيدي منتشر ريت الطرسي او السيولاتيك سيدي منتشر ريت